منذ يومين وقع شجار عنيف بين مجموعتين كبيرتين من السوريين والشيشانيين بالعاصمة النمسوية فيينا هذا الشجار استخدمت فيه السكاكين والأسلحة النارية ونتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص بجروح وسائل أعلام النمسوية تحدثت عن مشاركة نحو ثلاثين شخصا في المشاجرة مضيفة أن معظم المشاركين من المجموعتين لا ذوب الفرار بعد قدوم الشرطة إلى موقع الحديثة المتحدثة باسمها الشرطة في فيينا قالت أن الشرطة صادرت عدة أسلحة في محيط مسرح الجريمة مضيفة أن التسلسل الدقيقة للأحداث والعدد الدقيق للمشتبه بهم والدوافع وراء المشاجرة ما يزال كل ذلك قد التحقيق وزير الداخلية النمسوي جيرهارد كارنر وعلى خلفية تصاعد المشاجرات الجماعية وأعمال العنف من قبل مهاجرين في النمسا أوصى بتعزيز وجود الشرطة في شوارع وساحات العاصمة كما كلف مكتب الهجرة واللجوء الفيدرالية ببدء إجراءات سحب الحماية من المنخبطين بهذا النوع من أعمال وحوادث العنف لمناقشة هذا الملف معي أحمد مراد رئيس تحرير مؤسسة النمسا ميديا من فيينا أستاذ أحمد بداية ما هي تفاصيل الشجار الذي وقع بين سوريين وشيشانيين في النمسا تحية أستاذ حسام لكادر سوريا تيفيز صراحة مع الأسف الشديد مثل ما تفضلتوا بداية تقريركم مع الأسف كل فترة وفترة صارت تتصاعد الأخبار من هذا النوع اللي بتشير لحالة من العنف بين شريحة معينة من السوريين إضافة لبعض مع بعض الجاليات الأخرى كالشيشانيين والأفغان الشجار الأخير اللي صراحة بدأ من مساء يوم الجمعة وتبعوا شجار آخر مساء السبت وشجار آخر مساء الأحد كان حسب آخر المعلومات التي استقيناها من الشرطة النمساوية كانت كما تفضلتم مجموعة من السوريين والشيشانيين وإضافة لبعض الأفغان والذين هم بشكل أو بآخر محصوبين على بيئة تجارة المخدرات مع الأسف اليوم الصحافة النمساوية العديد من المواقع والصحفة الرسمية إلى ما إلى هناك يعني يتداولون أرقام 500, 512, 505 يعني بعض الأرقام المتعلقة ببعض العشائر السورية التي تقطن في شرق سوريا منطقة الفرات والتي تحاول هذه المجموعات دائما كتابة بعض الأرقام الخاصة بها على جدران فيينا بشكل مصير للجدل الجديد في الأمر أن الشرطة النمساوية ويعني بعض الصحف كشفت مجموعات على تطبيق تيليجرام تابعة لشيشانيين يقال فيها أنتي 505, 507 يعني هلأ الأرقام المعنية بالأعشائر السورية ومجموعات أخرى أو مجموعة أخرى أيضا على تيليجرام هي تضم سوريين الأنتي 500 هي كانت لشيشانيين تضم أكثر من 3000 عضو والمجموعة الأخرى لسوريين والذين هم سوريين من ذات هذه العشائر تضم ما يصل إلى 500 إلى 700 شخص مع الأسف الشديد كما استقينا من المعلومات وحاولنا أن نجمع الكثير منها تبين أن الشجار يعود إلى استضام ما بين سوري وشيشاني قبل أشهر في الحية العاشر في فيينا في المنطقة الشهيرة روميون بلاتس أو يعني هذه النقطة الساخنة صراحة والتي قامت وزارة الداخلية بمنع وجود أسلحة بيضاء فيها من خلال فترة من خلال جيوغرافيا من خلال مساحة معينة فتبين أن هذا الصراع الذي دار ما بين سوريين وعلى ما يبدو قاموا بمعاكسة شيشانية فرد عليهم الآخر فكان النتيجة قبل أشهر أنا أقول لك قبل أشهر كانت حالة طعن من شيشاني إلى سوريين وكانوا صراحة السوريين سيفتدان حياتهما وأصف أولئك المشفى والشيشاني ووالده حكموا بتهمة القتل بر الأب ولكن الأبن تم إذانته الموضوع لم ينتهي مع الأسف الشديد شاهدنا مخرجاته في الأيام السلاسة الماضية حيث نتج عنها شجار في الشوارع تم استخدام أسلحة نارية تم استخدام سكاكين في منطقة الحي عشرون في فيينا والذي هو زو أغلبية شيشانية على ما يبدو اجتمعوا هناك بحالة من التصادم المباشر يعني أنا بوارجيك وأنت بتشوفني فكان الشكل المواجهة مع الأسف بهذا الشكل ونتج عنها أضرار بسيارات الشرطة النمساوية اعتقلت شاب شيشاني بـ 29 عام من العمر اكتشفت عنده أسلحة صادرت سيارته أيضا التي يقال أنها استخدمت في الهجوم نعم جيد هذا الملخص ما حدثت منذ أشهر إلى الآن وسبب هذا التصادم يعني أفهم من كلامك أستاذ مراد بأن هذا الشجار يعني أخذ طابع العشائرية يعني العشائر الموجودة هناك العرب دخلوا في هذا الشجار مع الشيشانيين نعم نعم صحيح هذا الشيء مع الأسف اللي صدنا نشهده يعني بالفترة الأخيرة كان في لجوء كبير من الأخوة السوريين من هذه المنطقة يعني شمال شرق سوريا وعلى ما يبدو يعني يشكلون شريحة لا بأس بها خاصة من الذين لجأوا في السنتين الآخريتين يعني 22-23 إلى 24 هذا العام فصار في صراحة يعني خلينا نقول عدد كبير من هذه النوعية العشائرية صراحة بغض النظر اتفقنا اختلفنا معهم ولكن مع الأسف على ما يبدو يوجد أنه من يستثمر في تشويه سمعة هذه العشائر السورية والتي يعني لها يعني خلينا نقول يعني هي جزء من التكوين والمجتمع السوري لا أحد يستطيع لا يلغيها ولكن على ما يبدو أنه يوجد نوع من الفوضى ما بين الشبان ما بين يعني اليافعين والذين خاصة لجأوا إلى النمسا غير مصحوبين بأهلهم وزويهم هذا الشيء أدى على ما يبدو هذا ما كنت أسألك عنه أستاذ أحمد يعني المتشاجرون بحسب التقارير عمار ما بين 15 وال21 سنة وبحسب المعلومات التي وصلت بأن أغلب هؤلاء وصلوا دون ذويهم يعني وصلوا إلى النمسا وإلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي غير مصحوبين بذويهم يعني هؤلاء لن ينصعوا إلى دعنا نقول يعني الوجهاء الموجودين في فيينا من وجهاء العشار الذين ذهبوا إلى هناك ماذا سيحدث يعني في حال تطور الأمر يعني الأمر هذا منذ أشهر وإلى الآن تصاعد خلال الأيام الماضية وهو في تصاعد ويبدو أن الأمر لن ينتهي عند هذا الحد من هنا أستاذ حسام يعني أوجه رسالة لكل من يتابعنا ويتابع قناتكم الكريمة الآن أن وزير الداخلية بكل هدوء وبكل بساطة أعلن من الأمس أن كل من يدان بالعنف سيسحب لجوءه أو حمايته أو مهما كان مهما كان شكل إقامته القانونية في النمسا فأعتقد أن الجواب والرد سيكون رادع جدا الشرطة النمساوية الآن كما تفضلتم في تقريركم منتشرة خاصة بأماكن التجمع في المحطات في الساحات الرئيسية ومدعمة بالشرطة يعني شرطة مكافحة الإرهاب أو ما نسميها نحن بالفيقا فهذا الشيء بصراحة أعتقد أن كل من يسمع ويشاهد ويتابع يعرف أنه سيلغى لجوءه ومن يلغى لجوءه يعني ما عد عنده أي حقوق في النمسا ترحيل طبعا لن يرحل ولكن سيصبح هو فعليا سيعود إلى وضع المعلق كما يقال لا هو حاصل على حق لجوء ولا يستطيع أصلا أيضا مغادرة النمسا فبالتالي النمسا وزير الداخلية جرهد كارنر كان رده سريع ومباشر أن كل من يدان بالعنف أو كل من هو متورط بالعنف أو كل من التقطته الكاميرات المنتشرة في العديد من المناطق في فيينا من الممكن جدا أن يسحب لجوءه فأعتقد أن هذه أكبر رسالة لهذه المجموعات التي يجب أن تعيد ترتيب أوراقه وتعيد ترتيب تموضوعه وتقدر معنى ونعمة وجوده في النمسا وخصوله على هذا الأمن والأمان بعد أن هربت ولجأت إلى النمسا أضف على ذلك أن مع الأسف مشهد تجارة المخدرات والفوضى التي نشهدها في العديد من الشوارع والصوت العالي أيضا مع الأسف يوميا الصحافة النمساوية والأحزاب المتشددة والنمسا مقبلة على انتخابات يعني تخيل أستاذ حسام اليوم الصحافة النمساوية ماذا تقول تقولون كيف سيستخدم اليمين هذه المفردات وهذه المعلومات وهذه الأحداث في حملته الانتخابية التي ستنطلق خلال فترة أقصاها بعد شهر فبالتالي بصراحة المشهد متجه عفوا المشهد متجه إلى عدم انضباط في حال هؤلاء المعنيون لم يحاولوا الانضباط مجددا وتقدير وضعهم الذي وصل إليه حالة العنف وحالة الأحضار هؤلاء الصبية والمراهقين الذين وصلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي والنمسا أحدى هذه الدول أتوا منذ مدة قليلة وهم ربما شاهدوا الكثير من أعمال العنف في الداخل السوري وفي شمال شرق سوريا ونقلوا هذه الأعمال البعض منهم إلى دول الاتحاد الأوروبي وهذا ما نشاهده من خلال التقارير هناك تكتلات لشبان ومراهقين وأعمال مشاجرات وتكتلات فيما بينهم وهذا يؤثر بشكل أو بآخر على جميع اللاجئين السوريين موجودين هناك هناك الكثير من اللاجئين السوريين موجودين في دول الاتحاد الأوروبي الذين نجحوا ودرسوا واستثمروا صحيح ودخلوا في الأحزاب وكان لهم نصيب من دول الاتحاد الأوروبي وأيضا تضعوا عليهم من قبل صحف هذه الأدول ولكن أسف مثل ما يقول مثل بالسحارة نتشوف غير التفاح المعيني هذا المثل فهذا الشيء أسف بضرهم بشكل أو بآخر ونحن هنا لسنا بصدد التهجم على أحد أو الدفاع على أحد نحن هنا نحلل الأمر أريد منك تحليل منطقي لما سيتسببه هؤلاء الفتية من ضرر على اللاجئين الذين استقروا في دول الاتحاد الأوروبي وعيشون حياة ومستمرين في هذا مع الأسف أستاذ حسام كما تفضلت فعلا نحن نحن نسنا بصدد التهجم على أحد بالعكس الجميع هو جزء أصيل من التكوين السورية ويوجد من يحاول أن يصطاد بالماء العكر ولكن لو كما تفضلت نريد أن نحلل سندخل فعلا في التحليل العميق لهذا الشأن ما حدث في سوريا أستاذ الكريم وهذه الفوضى التي شهدناها يعني إلى 10 إلى 13 عاما التقرير الاندماج لسنة 2023 في الأمس خرج عن وزيرة الاندماج السيدة سوزانة رام من حزب الشعب وقالت أن ما يصل إلى سلسي اللاجئون الذين جاءوا إلى النمسا في سنة 2023 أميون يعني تخيل حتى للغة العربية غير متقلية فتخيل يا سيد الكريم جاءوا هم أميون يعني غير متعلمين يعني أكثر شيء بيقدروا يسمعوا يحكوا يعني اللغة الأم عندهم فقط كلام فبالتالي هم غير معنيين ولا عندهم قدرة أن يفهم ماذا يحدث فيه النمسا ما هي القوانين النمسا فبالك يعني هم جاءوا من بيئة أمية إلى بيئة بدنية ومجتمع منضبط ومجتمع عنده يعني بصراحة معايير وقوانين شديدة للغاية فمن الطبيعي أستاذي الكريم أن هذه المشاكل من الطبيعة أن تحدث يعني نحن لن نكون مثاليين زيادة عن اللزوم هذه المشاكل من الطبيعة أن تحدث ولكن كيف يمكن تداركها كيف يمكن التعامل معها هذه هي وظيفة السياسة النمساوية وظيفة وزارة الاندماج أن تقوم بدراسة هذه الحالات وتقوم بإنشاء برامج خاصة لها وليس مهاجمتها أوكي فيه أشخاص عنيفين فيه أشخاص أجرموا فيه أشخاص تاجروا مخدرات هذا واقع ولكن هذا لا ينفي ولا يلغي أنهم جاءوا من مجتمع فيه يعني فيه وضع غير عادي فيه وضع مش من وضع طبيعي هم جايين هم جايين من بيئة خروب إلى بيئة استقرار فهذه المرحلة الانتقالية لا ينفع مهما كان الشخص أن نأخذه فورا يدخل إلى النمسا ونضعه فورا في المدينة ويكون حر التحرك والحركة لا أقصد هنا يعني الاعتقال ولا أي شيء ولكن أقصد أن النمسا معنية اليوم بإنشاء برامج أنت تقصد بأن يتم معاملة هؤلاء ضمن برامج لإعادة التأهيل للاندماج في المجتمع بشكل يعني دعنا أن نقول سياسة خطوة بخطوة يعني بهذا الأمر وليس يعني هذه الصدمة الذي حدثت بهم ولكن يعني الحكومة النمساوية جير هارد وأنت قلت بماذا صرع أي شخص سيتم إثبات بأنه متورط في أعمال عنف سيتم تعليق ملف لجوء وإيقاف ملف لجوءه وهذا لا يعني أن يتم طرده من النمسا ولكن الشرطة كيف تتعامل مع هذا الأمر قلت بأن الآن في هذه الأحياء هناك حفظ النظام دوريات وانتشار للشرطة ولكن في حال حدوث هذه الاشتباكات كيف تتعامل الشرطة هناك جرحة هناك أشخاص فروا تتم لاحقة هؤلاء كيف هي طريقة التعامل يعني القبض على من يجرم أو يحدث الشغب أو البلبلة في دول الاتحاد الأوروبي وخاصة في النمسا وتأثيره على عيد وأصر أنا دوما يعني تأثيره على اللاجئ السوري وهم كثر استقروا في دول الاتحاد الأوروبي في النمسا وبنوا مستقبل وهم لا يريدون أن يكون تستغل هذه الأحداث ضدهم وضد استقرارهم يعني مثل ما نشهد في عدد من دول الجوار في سوريا كتركيا ولبنان نعم أستاذ الكريم هنا أجمل شيء في القانون وفي الحالة الأوروبية يعني لا يعمم يعني حتى حالة الإجرام حالة الفوضى أن كانت بشريحة معين لا تعمم على الجالية السورية يعني كما تفضلت الجالية السورية المئات والآلاف منهم صراحة قاموا واندمجوا ودرسوا ومنهم من موجود بالأحزاب ومنهم موجود بمواقع بشركات مرموقة للغاية ومنهم من يدرس أطباء ومهندسين والصيادة صراحة هذا شيء موجود أما هذه الحالة صراحة بدأت تبرز في السنتين الأخيرتين يعني بين 23 إلى هذا العام بدأت تبرز هذه النوعية من هذه المشاكل فبالتالي الموضوع لا يتعدى الآن أكثر من إعادة دراسة إعادة دراسة وتأكد من حالة اللجوء والحالة القانونية للأشخاص أضف على ذلك أن كما تفضت أن الشرطة كيف تتعامل موضوع هذا السؤال دقيق للغاية لأن هنا كل شيء ينظر له بلغة الأرقاق يعني عندما يقوم على سبيل النساء تقوم وزارة الداخلية بنشر مئة شرطة في موقع معين هؤلاء ينظروا لهم كم شرطة نزل هذول رواتبهم كم السيارات التي ذهبت يعني في يوم الأحد بصراحة فوق مكتبي النبسة ميديا بالذات كانت طائرة لمدة ساعتين تطير طائرة الشرطة تطير وتحوم في المنطقة للبحث عن الجنات في المواجهة الأخيرة التي كانت مساء الأحد فعليا هذا شيء مكلف للغاية تستخدمه الأحزاب المتشدد يستخدمه الجميع بصراحة إلا اليوم مرحل لك لا يمين ولا يسار هذا الشيء يستخدمه وإلاك في حالة فوضى في حالة عظم انضباط فبالتالي الشرطة تتعامل بصراحة النمسوي تتعامل بصرامة شديدة جدا مع هذه المواقف تنشر عدد كبير من رجال الشرطة تحاول اعتقال الجميع يعني أحد أصدقائي قبل يومين الأحد مساء يعني إثناء هذه المواجهات كتبه كلمه على الهاتف اللي الشرطة منتشرة بشكل رهيب وبتطلع بوجوه الناس لأنه فعلا كان فيه مثل ما تفضلت في بداية تقريركم عدد من الملسمين صراحة ما في نقول سوريين أفغان شيشان كانوا هم جزء من هذه المواجهة وهنا كانوا مثل أسمين حتى الكاميرات ما طلقت صورهم فبالتالي هذا الشيء يسبب يعني عبئ كبير على الشرطة النمساوية من أجل متابعة هذه المشاكل أضف على ذلك الحالة السياسية أضف على ذلك الحالة الاقتصادية أضف على ذلك الحالة القانونية ونهاية الحالة الإعلامية التي يستخدمها الإعلام للتجيش نحن نقول أن سوريين نجحوا سوريين أساءوا ولكن هنا الإعلام أحيانا يحاول التعميم أن السوريون يقومون بذلك أن الشيشان يقومون بذلك فهذه النقطة بصراحة مسألة معقدة ويروح يتضرروا كثير من اللاجئين سواء الأسف لسبب أعمال صبيانية عند البعض ولكن قبل أن أنهي معك هذه الأعمال وأنت تتحدث بأن وسائل الإعلام في النمسا تجيش لهذا الأمر والنمسا مقبلة على انتخابات هنا إذا انتقلنا إلى الناحية الشعبية كيف هي نظرة الشعب النمساوي لهذه الأحداث وإلى اللاجئين وتعاطيه اللاجئين بشكل عام سواء السوريين أو الشيشين أو الأفغان أو أي جنسي أخرى هل أصبحوا يطالبون بعدم استقبال اللاجئين وما إلى ذلك صراحة أحدثك بلغة الأرقام بناء على تقرير الاندماج الذي صدر في الأمس عن وزارة الاندماج قال ما يصل إلى 41% من المستطلع آرائهم والذين يمثلوا شريحة واسعة من النمسا أننا لا نستطيع العيش مع اللاجئون هكذا قال عدد من المستطلع بناء على دراسة من وزارة الاندماج وهذه الدراسات مهنية بشكل أو بآخر تكون مدروسة بشكل خاص فبالتالي مع الأسف الشديد تتصاعد هذه الأمور التي نرى فيها عدم تقبل وهذه الأرقام تزداد يعني قبل سنتين كانت أرقام تقريبا طرابط الثلاثين الآن الأرقام طرابط الخمسة وعشرين وزد على ذلك فبالتالي المناخ العام مع الأسف احتقان السياسة احتقان الإعلام الأخبار التي تتنقل كثافة الشرطة التي تكون متواجدة في الشوارع تتسبب بهذه الموجة العدائية تجاه الأجانب بشكل عام وهنا لا يقال لا سوري ولا مصري ولا عراقي ولا أي شيء هنا يقال على الأجانب بشكل عام وحتما من هم في الواجهة السوريون وكما شاهدنا في الأيام السابقة ونقلتم أنتم على قناتكم الكريمة أنه تم تقييد لم الشمل من أجل تخفيف عدد اللاجئون إلى النمسا بشتى الطرق المتاحة شكرا لك رئيس تحرير مؤسسة النمسا ميديا أحمد مراد كنت معنا من فيينا شكرا لك